في أسواق المعادن النفيسة اتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعادن وهو من أصول الملاذ الآمن بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا كذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وعلى الصعيد المحلي فقد وصل عيار 18 إلى 763 جنيها للجرام أما عيار 21 فوصل إلى 890 جنيها للجرام عيار 24 ألف وسبعة عشر جنيها للجرام أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 7120 جنيها في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تدولاتها لكنها شجلت الخسارة الإسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي بالسوق العالمية وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 1.2% إلى 193% للبرميل كما صعدت العقود الأجلة للخام الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% لتستقر عند 174% للبرميل ترجمة نانسي قنقر